هذا وبعث البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وفي رسالته أشهد البابا توادروس الثاني بجهود الرئيس السيسي في التعامل مع أزمة كورونا المستجد وحرصه على حماية الشعب من أخطار الفيروس كما بعث بابا الإسكندرية برسالة تهنئة لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وخلال اتصال هاتفي هنأ البابا شيخ الأزهر وجميع المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يوفق الجهود المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز